موعد مباراة فرنسا المقبلة بعد الفوز على استراليا ويلتق منتخب فرنسا مع نظيره الدنمارك في المباراة التي تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم من مباراة المجموعة الرابعة وتقام مباراة منتخب فرنسا اما من نظيره الدنمارك على ملعب تسعة سبعة اربعة المكرر اقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة ويقع منتخب فرنسا ضمن منتخبات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم التي تضم كل من أستراليا إلى جانب تونس والدنمارك مزاقلت الصحف العالمية بعد فوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم صلتت الصحف ووسائل الإعلام العالمية الضوء على الانتصار التاريخي لمنتخب السعودية على نظيره منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات في نهايات كأس العالم كطر 2022 والتي قيمت أمس على ملعب لوسيل مباراة السعودية والأرجنتين والتي انتهت بفوز الأخضر هدفين مقابل هدف في مباراة تاريخية ليتصدر الصكور ترتيب المجموعة الثالثة منتخب السعودية بعد أن كان متأخرا بهدف ليونيل ميسي تمكن من العودة وسجل سنائية عن طريق الشهر وسلم الدسري ليحقق الأخضر فوزا تاريخيا انقض الأخضر في الشوت الثاني والحق بالمنتخب الأرجنتيني خساراته الأولى في كأس العالم وكسر سلسلة لا هزيمة للتانجو التي استمرت 36 مباراة على التوالي البداية من صحيفة سبورت الأسبانية والتي عنوانت الأرجنتين وميسي يبدأان المنديال بضربة مدوية ضد السعودية فيما كتبت صحيفة آسي الأسبانية منتخب الأرجنتين ينزلق أمام السعودية بعد ركلة جزاء ميسي بينما قالت صحيفة الأرجنتينية ضربة عالمية لمنتخب الأرجنتين بعد هدف ميسي قلبت السعودية على نتيجة المباراة وسجله هدفين شيء لا يصدق وعربت صحيفة لاكابت الأرجنتينية عن دهشتها وقالت مفاجأة كأس العالم السعودية تفوز على الأرجنتين وتمنعهم ضربة قصية في بداية مشواره في منديال قطر أما صحيفة مترو البريطانية كتبت فوزا مزهلا للسعودية أمام الأرجنتين بعد العودة من بعيد ونختتم من صحيفة لكيبي الفرنسية والتي جاءت عنوانها الأرجنتين تسقط من الأعلى صالح الشهر لعب منتخب السعودية بعد الفوز على الأرجنتين حرام ما نتأهل لدور الستاشر بكأس العام قد سجل الشهر الهدف الأول لمنتخب السعودية في مرمى الأرجنتين في الدقيقة 48 قبل أن يضيف سالم الدوسر لهدف الثاني في الدقيقة 54 وقال الآن طموحنا هو التأهل إلى دور الستاشر لقد نجحنا في المهمة الأولى ولكن نحن لم نحقق شيء اليوم سنفرح بعد الفوز وبعد ذلك سوف نركز على المبارتين القادمتين وبصراحة بعد الفوز هذا حرام ما نتأهل لدور الستاشر